العدل اعظم مقاصد الشرع العدل اعظم مقاصد الشرع وهو الشريعة المطلقة التي لا استثناءات فيها وهو بهذا الاعتبار اعظم من الصلاة فان الصلاة دخلها الاستثناء فلا صلاة على حائض لكن لا نقول لا عدل على حائض فالعدل هو الشريعة المطلقة التي لا يدخلها الاستثناء في اي زمان ولا في اي مكان فكل خلاف يدور بيننا فلا بد ان يكون قيامه على العدل فالعدل الشريعة المطلقة مع الموافق والمخالف ومع الصغير والكبير ومع المسلم والكافر استمع الى قول الله عز وجل في وجوب العدل مع المخالف ولا يجرمنكم شنآن اي بغض قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وقوله بغض نكرة في سياق النفي ولا يجرمنكم فيدخل فيها مطلق البغض اي لاهل الكبائر فلا يحملنك بغضك لبعض الاهل العصيان من اهل الملة ان تجور عليهم او ان تضلبهم ويدخل فيها البغض المطلق اي التعامل مع الكفار فلا يحملنك كفرهم على ان تظلمهم لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وقال الله عز وجل في مسألة الموافق واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا فلا تحملنك القرابة على مجانبة العدل ولا البغضاء على مجانبة العدل فمهما كان من يختلف معك مهما كان من يختلف معك فلا بد ان يكون خلافك معه مبنيا على ايش على العدل فان كان الحق معه فالعدل يوجب عليك اتباعه وان كان الحق معك فالعدل عليه يوجب اتباعك فلا حق ابدا ان تكون خلافاتنا مبنية على غير ذلك لان ضد العدل الهوى فمن لم يكن خلافه مبنيا على عدل فانما مبني على هوى قال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل وقال الله تبارك وتعالى فلا تتبع الهوى ان تعدل اي لكي لا ها تترك العدل وقال الله عز وجل وامرت لأعدل بينكم وقال الله عز وجل ولا تبخس الناس اشياءهم وقال الله عز وجل وممن خلقنا امة يهدون بايش بالحق وبه يعدلون مع الموافق ومع المخالب بل ان اعظم ما يعجب المختلفين معك منك هو عدلك معهم وربما يحملن يحملن يحملنهم عدلك معهم الى الاسلام ان كانوا كفارا والى الهداية ان كانوا عصاتا وكم من قاض حكم على مسلم في حق لكافر لما تنازع فلما رأى الكافر ذلك العدل في الخلاف اسلم فالعدل تنشرح له النفوس وتنبسط له الصدور وتنفرج له الاسارير وتسر له الوجوه ويجعل الناس يعجبون بك واطروحتك وخلافك ويأمن الناس غائلتك ومكرك وخديعتك وظلمك وعدوانك فيجب عليك ان تكون في وفاقك مع غيرك عادلا وفي خلافك مع غيرك عادلا